قال رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة إن ميليشي الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لا تصغي للبعثة ولا لمجلس الأمن ولا للمجتمع الدولي فيما يخص اتفاق الحديدة وأعمالي العدائية في المنطقة وأوضح خلال لقائه بأعضاء السلطة المحلية في الخوخة بالساحل الغربي إنه بالرغم من رفض الميليشيات الحوثية الإصغاء للبعثة أو المجتمع الدولي فإن هناك مفاوضات تجرى حاليا مستدركا للتحديات الكبيرة أمام مسار السلام وقال إن مهمة البعثة مراقبة الخطوط الأمامية ووقف إطلاق النار وما يتعلق بنزع الألغام مشيرا إلى أنه ليس بمقدور البعثة أن تفرض على الحوثي ماذا يعمل وحول استغلال ميليشي الحوثي اتفاق استوكهولم وتحويله موانئ الحديدة بوابة واسعة لاستقبال السلاح من إيران قال رئيس البعثة إن الرقابة على سفن الداخلة إلى موانئ الحديدة ليس من مهام البعثة وإن على البعثة ضمان تدفق السلع الغذائية إلى موانئ الحديدة فحسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر